وبالنسبة للأمر الشو فنجد به العديد من الأكسترا مثل الجريد والجايدز والسلايسز نحدد هنا الأكسترا التي نريد إظهارها ولتكن الجريد وعند الضغط عليه تظهر لنا شبكة من المربعات الصغيرة كما نرى وهي تستخدم في عملية التنصيق لمحتويات أي تصميم أما الأمر أكسترز فهو يعمل مع الأمر الشو وبالضغط عليه تختفي كل الأكسترز الموجودة بالأمر الشو كما نرى وعند الضغط عليه مرة أخرى يتم إظهار كل الأكسترز بهذا الشكل ولإخفاء الجريدز أو شبكة المربعات نقوم بالضغط على الأمر الشو مرة أخرى أما مجموعة الأوامر التالية في القائمة فهي مسؤولة عما يسمى بالجايدز أو الدلائل والجايدز هو خط عرضي أو خط طولي يمكننا إضافته فوق التصميم وذلك ليسهل لنا عملية تنصيق أجزاء التصميم دون الحاجة إلى رسم خط داخلي بداخل الصورة والجايد أو الدليل لا يعتبر جزء من أجزاء الصورة وإنما يظهر فقط أثناء عملية التنصيق ثم يمكننا إخفاءه بعد ذلك ولإنشاء دليل أو جايد يجب علينا أولا إظهار الرولرز أو المسطرة وللقيام بذلك نذهب إلى القائمة View ثم نختار الأمر Rulers وبالضغط عليه يتم إظهار المساطر بهذا الشكل نختار الموف طول من صندوق الأدوات ثم نقوم بالضغط على المسطرة بالزر الأيسر للموس ونسحب إلى أسفل أثناء الضغط بهذا الشكل وعند ترك الماوس يظهر لنا الجايد أو الدليل كما نرى ويجب أن نعرف أنه يمكننا تغيير مكان الدليل سواء إلى أعلى أو أسفل وذلك بواسطة الموف طول بهذا الشكل حتى نصل إلى المكان الذي نريده ثم نقوم بالضغط على الأمر Lock Guides وذلك لتثبيت الجايد أو الدليل في المكان الذي قمنا بتحديده كما يمكننا أيضا إنشاء دليل رأسي باستخدام الطريقة السابقة ولكن هذه المرة نقوم بالسحب من الجزء الرأسي من هذه المسطرة ويجب أن نعرف هنا أنه يمكننا إضافة أكثر من دليل حسب الحاجة ولحسف هذه الأدلة أو الجايدز نذهب إلى القائمة View ثم نختار الأمر Clear Guides ونلاحظ هنا أن الأمر يقوم بإخفاء جميع الأدلة في خطوة واحدة الأمر التالي بالقائمة View هو الأمر Snap وهو يستخدم في عملية تنصيق محتويات الملف ولتوضيح ذلك نقوم أولا بإظهار شبكة الجريد وذلك بالضغط على الأمر Show ثم اختيار الأمر Grid ثم نختار الType Tool من صندوق الأدوات ونقوم بكتابة أي كلمة ثم نذهب إلى القائمة View ونضغط الأمر Snap وبواسطة الموف Tool من صندوق الأدوات نقوم بتحريك كلمة جديدة بهذا الشكل ونلاحظ هنا أن البرنامج يقوم بضبط محازاتة كلمة إلى أقرب خط في شبكة الجريد كما نرى كما يمكننا استخدام هذه الخاصية مع الGuides أو الدلائل وكذلك السلايس فمثلا نقوم بإنشاء Guide بهذا الشكل ثم نذهب إلى القائمة View ومن الأمر Snap To نختار الأمر Guides ثم نبدأ في تحريك الكلمة مرة ثانية ونلاحظ هنا التصاق الكلمة بالدليل أو الGuide بهذا الشكل وعند اختيار الأمر Snap To All يتم جذب الكلمة إلى الجريد أو الGuides أو السلايسز أيهما أقرب الأمر التالي بالقائمة هو الأمر New Guide وهو يقوم بإنشاء دليل جديد في مكان محدد مسبقا فمثلا إذا أردنا إنشاء دليل رأسي نختار Vertical ثم نحدد بقدار بعده عن حافة الملف ولتكن 10 سنتيميتر ثم نضغط OK فيظهر لنا الدليل أو الGuide بهذا الشكل أما الأمر Look Slices فهو يقوم بتثبيت السلايسز في حالة وجود سلايسز بهذا الملف وبالنسبة للأمر Clear Slices فهو يقوم بإزالة السلايسز جميعا وبهذا نكون قد انتهينا من شرح الأوامر الموجودة بالقائمة View ترجمة نانسي قنقر